دورك في أحداث الريف التي وقعت بين عام 58 و 59 وكثير من المشاهدين طلبوا مني أيضا أن أبحث عن من يتحدث عن ما وقع لأهل الريف على يد الحاثن الثاني حينما كان وليا للعهد في تلك الفترة أنت كنت طيارا وكثيرون قالوا يسألون هل شاركت أنت بشكل مباشر الأمر الآخر هل عملية القصف كان يقوم بها الفرنسيون أم الطيرون المغاربة في هذه الفترات 58 و 59 فعلا شاركنا بالطيارات المغربية هنا أول فيلق الذي أسيسه في المغرب كانت له طائرات من نوع موران مسلحة بمدفعين دوست وكان يستعمل الروكات الآخر وهكذا استعملت هالطائرات في الريف في هذه الفترة لم أشارك بهالطائرات لقصف ولكن الأصدقاء الطيارين الذين كانوا معي شاركوا والفرنسيين لم يشاركوا الطيارون لم يشاركوا يعني لم يشاركوا بشكل مباشر في قصف أهل الريف ربما التكنيين كانوا يقصفون أهل الريف كانوا طيارين مغاربة أما غاربة والفرنسيين كانوا التكنيين يساعدون لتسليح هذه الطائرات ولكن لم يشاركوا الطيارون أما أنا فعينت من طرف الرائد أومو الفرنسي الذي أسس الفيرق الأول للقوات الجوية الملكية عيني كطيار خاص للجنرال بالعربي الذي كان في هذه الفترة كان هو عامل الحسيمة وكنت أعيش معه في منزله وكانت الطائرة عينتك طيار خاص لعامل الحسيمة وأنت ذكرت رحلة قمت بها معه كانت خطيرة للغاية خطيرة والله خطيرة يعني كنت أخذه يعني طيار خاص كسيارة خاصة بأتي به للرباط إلى أي مكان يريد ووقعت لي معه أشياء ولكن لم يكن لنا الوقت لنتكلم معنا